أليني أسأل حك في البداية إزاي تبعت هذا الفيديو يعني أعتقد أن ما قاله محمد منتصر لم يكن غريبا محمد منتصر هو أحد مؤسسي حركة ما يسمى بسواعد مصر حسم الإرهابية هذه الحركة التي خرجت من رحم الإخوان المسلمين مثل حركة ضنك وكتائب حلوان والمقاومة الشعبية وميليشيات أخرى ربما مارست العنف وكانت بدايتها أو بذرتها من داخل الإخوان المسلمين محمد منتصر ربما كان متحدثا باسم الإخوان أعتقد في العام 2015 وهو اسمه الحقيقي للمناسبة محمد رفيق وليس محمد منتصر هو عرف بهذا الاسم ولعله في نفس البودكاست قال أن اسمه الحقيقي محمد رفيق هذا ربما يؤكد أن حركة الإخوان المسلمين هي حركة عسكرية لم تكن مارست العنف في الماضي ولكنها مارست العنف بالفعل في الماضي والحاضر وأعتقد أن الفكرة التي طرحها حسن البنة نفسها هي فكرة تحمل في طياتها ملامح العنف وما كان من قادة الإخوان إلا أنهم ترجموا هذه الأفكار على أرض الواقع وأنشأوا هذه الميليشيات التي مارست هذا العنف بهذه الصورة